فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل نعم هذا يدل على فضل العلم وإن لم يقترن به عمل فإنه إذا كان عنده علم فسينكر هذا الشيء ولو بقلبه لأن قلبه ينكر هذا الشيء بما أعطاه الله من العلم والتمييز وإن لم يبتعد عنه بفعله وبلسانه فيكون عنده إيمان ضعيف بخلاف الذي ليس عنده علم فإنه لا يكون عنده إنكار ولا في القلب فلا يكون عنده إيمان نعم قال وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكرهته لذلك فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب نعم هذا هو الحكمة من النهي عن تشبه بالكفار مع أنه سيقع في هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم ليكون عند الإنسان علم فيكره هذا الشيء ولو بقلبه فيكون عنده إيمان ولو ضعيف خير ممن ليس عنده إيمان أصلا